ترجمة نانسي قنقر كيف يمكن للدبلوماسية الاقتصادية تعزيز التعاون العالمية وذلك في إطار ترأس معالي وفد مملكة البحرين المشاركي في منتدى مبادرة الاستثمار المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أشاد معالي بجهود المملكة العربية السعودية البارزة في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى عشرين ضعفا منذ انطلاق النسخة الأولى من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وحتى نسخته الثامنة بما يسهم في تحقيق النماء الاقتصادي المشهود ولفت معالي إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبدولة وتعزيز التكامل الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات المناخ التي يشهدها العالم إلى جانب طرح الحلول المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا معالي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة كونها رافدا مهم لمختلف القطاعات الحيوية واغتنام الفرص النوعية عبر توفير الحلول الدبلوماسية وتكوين الشراكات الاستراتيجية وجد برؤوس الأموال الخارجية مضيفا معالي في هذا السياق أن مملكة البحرين حريصة على خلق مزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وتسهم في رفض النمو الاقتصادي عبر تعزيز كافة مسارات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة حيث وقعت البحرين اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات وخاصة في المجالين المالي والاستثماري